اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كأن تقول لأحمد أو سبق الفعل هنا أيضا بالسين كأن تقول سأنجز فإن كل هذه الأحرف لا تلغي تقدم وتصدر وأولية همزة القطع فإن همزة القطع لا زالت هنا وهنا في أول الكلمة لذلك لا نقول إن الهمزة في كلمة وأنجز أو فأنجز أو لأنجزن أو سأنجز أو وأحمد أو فأحمد أو لأحمد يعني حين أكتب الآن هنا سأنجز وأكتب هنا لأحمد فإن هذا لا يعني أن الهمزة أصبحت متوسطة في وسط الكلمة بل لا زالت في أول الكلمة لا زالت في أول الكلمة لأن اللام كلمة وأحمد كلمة والسين كلمة وأنجز كلمة لذلك قال العلماء إن هذه الحروف لا تخرجها ركزوا في هذه العبارة لا تخرج همزة القطع عن ماذا؟ لا تخرج همزة القطع عن أوليتها يعني عن كونها في أول الكلمة عن أوليتها إذن هذه الأحرف لا تخرج همزة القطع عن أوليتها هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني وهو مهم جدا ما الحكم إذا اجتمعت همزتان من همزات القطع متتاليتين كأن نقول مثلا كأن نقول لاحظوا معي إذا قلت أخذ فعل ثلاثي مبدوء بهمزة وأملة وأمنا أفعال ثلاثية مبدوء بهمزة ثم أدخلت عليها أيضا همزة المضارعة فقلت أنا 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 فإن النتيجة ستكون بهذا الشكل أنا أخذ أنا أخذ أنا أمل أنا 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 من لاحظوا معي هنا أن الكلمة اجتمع فيها همزة قطع الأولى متحركة ولحظة شرط الأولى متحركة والثانية ساكنة لذلك الحكم الآن هو أن نستغني عن الهمزتين نستغني عن الهمزتين ونضع مكانهما حرف مد فستصبح بهذا الشكل أخذوا وآملوا وآمنوا وأصلها أأخذوا أأملوا أأمنوا هذا إذا اجتمع همزتان بهذا الشكل الأولى مفتوحة وتحركة مفتوحة والثانية ساكنة والثانية ساكنة طيب عندنا أمينة هذه تصبح آمن أو آمن أنا آمن أو هو آمن إذا اشتققنا المصدر فإن الأصل أن يقال إئمان إئمان بهذا الشكل وآثرة التي فيها مد هنا نحن نتكلم الآن عن المصدر آثرة سيصبح إئثار إئثار وآلفة ستصبح إئلاف إئلاف لاحظوا معي هنا في الفعل اجتمع همزتان همزة متحركة مفتوحة وهمزة ساكنة فقلبتا إلى مد هنا اجتمعت همزة متحركة مكسورة مع همزة ساكنة لاحظوا إذن الفرق هو أن هذه الهمزة مفتوحة وهذه مكسورة الحكم الآن ليس أن تقلب إلى مد وإنما نأتي إلى الهمزة الثانية الساكنة فنقلبها إلى ياء لماذا إلى ياء لأنها مسبوقة بكسر فستصبح بهذا الشكل إئمان وأصلها إئمان وإيثار وإيلاف بهذا الشكل الذي ترونه إذن عندنا هنا اجتمعت همزة متحركة بالفتح مع همزة ساكنة وهنا اجتمعت همزة متحركة بالكسر مع همزة ساكنة وفي كلمات أخرى مثل أؤمنوا أؤمنوا وأؤثروا لاحظوا أنها كلها تصريفات للفعل الثلاثي المبدوء بهمزة أؤثروا لاحظوا الجديد عندنا اجتماع همزتين نعم ولكن الأولى متحركة بالضم والثانية ساكنة أؤثروا إذن عندنا اجتماع همزة قطع الثانية ساكنة في جميع الكلمات إلا أنها هنا الهمزة الأولى متحركة بالفتح هنا متحركة بالكسر وهنا متحركة بالضم هنا متحركة بالضم كما ترون الحكم هنا هو أن نأتي إلى الهمزة الثانية فنقلبها هذه المرة إلى واو لأن الواو تناسب الضمة كما قلبنا هنا إلى ياء لأن الياء تناسب الكسر فنقول في أؤمنوا أؤمنوا وفي أؤثروا أؤثروا كانت هذه الملاحظة الثانية وبقي عندنا تنبيه ثالث مهم نختم به وهو الفرق الصوتي بين همزة الوصل وهمزة القطع هذه الطريقة عن طريق التفريق الصوتي تستطيع أن تميز همزة الوصل من همزة القطع وهذه الطريقة عن طريق وضع واو قبل الكلمة وضع واو قبل الكلمة التي في أولها همزة همزة إذن أي كلمة في أولها همزة وأردت أن تعرف هل هي همزة وصل أو همزة قطع فما عليك إلا أن تأتي قبلها بواو واو فإن كانت الهمزة نطقت مع الواو فإنها همزة قطع إذن في حال النطق في حال نطق الهمزة يجب أن تكون همزة قطع في حال عدم النطق عدم النطق فإن الهمزة تكون همزة وصل نجرب الآن عندنا استغفرة وعندنا أكملة نريد أن نعرف هل هي همزة وصل أو همزة قطع ضع قبلها واو واو وانطق وس واستغفرة لاحظ أنك بعد الواو نطقت السين مباشرة وهذا يعني أن هذه الهمزة لم تنطق وإذا لم تنطق الهمزة فإنها تكتب وصل ولذلك كتبناها بهذا الشكل في حين أنك هنا تقول وأ وأكملة ولا تقول وك ملا كما قلت واستغفرة فلما نطقت الهمزة جعلناها همزة قطع هنا وجعلناها كلمة وصل هنا وقس على هذين المثالين وهذه قاعدة عملية تستطيع أن تيسر عليك أثناء كتابتك أن تعرف هل الهمزة التي بين يديك همزة وصل أم همزة قطع إذ ما عليك إلا أن تضع قبلها في ذهن كواو وأن تنطق نطقا سليما حتى تتوصل إلى الصورة الصحيحة لرسم الهمزة وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن باب طويل من أبواب الإملاء وأهمها وهو باب همزة الوصل وهمزة القطع ونلتقي مع باب آخر إن شاء الله تعالى